قد يسألك سائل يقول من ربك؟ من الذي خلقك؟ من الذي يرزقك؟ من الذي أرسل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام؟ من الذي أنزل الكتب السماوية، التوراة، الإنجيل، القرآن؟ مثل التوراة، الإنجيل، والسلام، والسلام يقول ربي الله يقول أنني أماني هو الله قلقك 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 أرسل الكتب والرسل الأنبياء والرسل الصلاة والسلام حتى أتأدب أتراب في الداخل لَا أَعْبُد إِلَّا الَّا لأنه أنه هو الذي خلقني وأرزقني إذا لابد أن أعبود ربا واحدا سبحانه وتعالى لأسرف شيئا من العبادة ليغير الله ليغير الله من صرف شيئا من العبادة ليغير الله إذا كان عبادة واحدة صرفها مرّا واحدة ليغير الله هذا مشري كافر لكن يجب أن نحذر نبين لنا ندعو الآن إلى إخلاص العبادة لله لا نعبد إلا الله 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 نكون أما أحيدا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى كتاب واحد نبي واحد عليه الصلاة والسلام شريعة واحدة قبلة واحدة لابد أن نتعاون لابد أن نجتمع كما اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضو الله عليهم نؤمن بجميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام نؤمن بجميع الكتب المنزلة من السماء نؤمن بجميع الكتب المنزلة من السماء لا نتعرض إلى الناس بالحكم على الأشخاص نقول فلان كافر فلان مبتدع هذا ليس لنا الحكم على الأشخاص هذا لي كبار العلماء ليس لن تطبيق نسماء الأشخاص لأنهم نتكتمون قائلون سواء من قمées نسلم من الخيان نتعاون لنا نحذر من الشرك ونحذر منه الله تعلم لنا نسلم أننا نسلم ليس بجميع الوحيدة وتعالالي وتعالي للمنزل الله تعالى أنا لابين